خليني اروح على موضوع اخر ينطلق وبقوة وان كان اكبرا واشمل ومهم اوي التأمين الصحي الشامل تأمين الصحي الشامل يعني ملف صحي لكل اسرة ويمكن المواطن من اختيار طبيب المعالج يعني ايه؟ يعني بمجرد انه فلان الفلاني اللي هو ينتفع بالتأمين الصحي الشامل ويتوجه الى الوحدة او المركز الصحي فهيسجل في منظومة التأمين الصحي الشامل حلو كده؟ طيب لما بيسجل ايه اللي بيجرى؟ بيتفتح ملف لهذه الاسرة الكريمة الملف جوه ايه؟ هتلاقي جوه بقى كشف وفحص طب شامل لكل اعضاء هذه الاسرة فلنفترض ان هو هذا الرجل الهمام وعد ساعتها يبقى فيه زوجته وهيبقى فيه ابنائه واذا كان الامر متعلق لو افترضنا انه مثلا الاب في هذه الحال متوفي فيبقى هل الام تبقى موجودة في ملف الاسرة ولا لأ الى اخر والعكس صحيح خلونا هنا ناخد معنا على تليفون دكتور احمد غريب مدير الادارة العامة للرعاية الاولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية اهلا بك يا دكتور اهلا وسائل سيد يوسف بحضرتك مساء الخير لجميع مشاهدين مساء النور على حضرتك ولين بقى فندم دلوقتي التأمين الصحي الشامل في كم محافظة ولو انا عاوز اسجل فيه اعمل ايه؟ تمامي يا فندم احنا حاليا دلوقتي بدأنا تشغيل المنظومة في تلات محافظات يعني عندنا فيه بورسعيد ولوق صنع الاسماعيلية وان شاء الله تباعا هيبدأ التشغيل في التلات محافظات الاخرى في المرحلة الاولى جنوب سيناء والسويس واسوان ان شاء الله عشان تسجل حضرتك في المنظومة بمنتها البساطة اي حد من القارتين او الناس اللي سكنين في هذه المحافظات بيتوجه للوحدة او المركز التابع ليه في النطاق السكني او الحي السكني اللي هو مقيم فيه وبيبدأ يطلب ان هو يفتح ملف للأسرة والملف الأسرة ده بيبقى ملف بيشمل جميع افراد الأسرة اللي مع المواطن اللي بيسجل الملف العائلي مع تسجيل الملف العائلي بيتم بقى عملية الفحص الشامل لجميع افراد الايلات عملية الفحص الشامل دي هدفها ان احنا نتأكد ونطمئن على الصحة العامة لجميع الأفراد واللي منها كمان لو احنا اكتشفنا بعض الأمراض اللي موجودة لبعض الأفراد بيتخذ بناخد ساعتها الإجراءات اللازمة لمتابعة المرض والسيطرة عليه والمتابعة فيما بعد لجميع أفراد العائلة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة المنتشرة في المحافظات التلاتة حلو جدا طيب اذا انا كنت بقول انه اذا افترضنا مثلا انه فلان الفلاني مواطن مصري متزوج لديه مثلا طفل وطفلة وولده متوفي وبالتالي والدته تحت رعايته هل هي بتبقى موجودة في هذا الملف الصحي بتاع نفس دات الأسرة ولا لا بالضبط يا فنم احنا احنا كمان من الاساسيات اللي بيقوم عليها نظام طب الأسرة ومنظومة صحة الأسرة بصفة عامة هي الأسرة احنا بنتكلم مش بنتكلم على الفرد بس احنا بنحط في اعتبارنا ان الفرد ده هو عضو داخل الأسرة والأسرة دي لها مكونات وفيه أنواع من الأسرة يعني حضرتك بديت مثال من الأسرة اللي هو بيكون فيه الأب والأم والجد أو الجدة والأطفال ده نوع من الأسرة اللي احنا نتعامل معهم وإحنا جميع الخدمات بتقدم لكل أفراد الأسرة سواء كانت زوج وزوجة وأطفال أو زوج وأطفال أو زوجة وأطفال أو فيه جد وجدة وأطفال كل أفراد الأسرة اللي داخل الملف الصحي بيقدم لهم جميع الخدمات داخل وحدات ومركز طب الأسرة وجميع المستشفيات طبعا التبع اللي هي العامة رئيس صحية طيب فيه أوراق مطلوبة بخلاف الرقم القومي زائد مثلا عقد الزواج أو رقم القومي بتاع الزوجة ده هيبقى مسمد فيه اسم الزوج إلا شهادات الميلاد بتاعة الأبناء وكذا الحال شهادة ميلاد الإبن والدته تحت رعايته أو والده تحت رعايته فيه أوراق تانية؟ لا الحقيقة يا حضرتك قلت كل حاجة حضرتك غطيت كل ده أنا بحاول أبتهد ليس إلا ده ده من خيالي يعني لا ما شاء الله على حضرتك لا كل حاجة حضرتك قلتها فعلا هي دي المتطلبات اللي احنا بنحتاجها لفتح الملف الطب العائلي وبعد ما بنفتح الملف زي ما أكدت لحضرتك احنا بنقوم بالفحص الطب الشامل لجميع أفراد الأسرة ودي أول خطوة لتقديم الخدمات الصحية لأفراد الأسرة وبرضو بأكد نقطة مهمة جدا أن الفحص الطب الشامل ده فحص مجاني بالكامل لجميع أفراد الأسرة سواء الفحص الكلينيكي أو التحليل الطبية أو فحص الأسنان هو فحص مجاني بالكامل طيب فيه شباب شائي بتاع الإخوان أنا عارف أنه النهاردة مش بكرة هينزل على السوشال ميديا ويقول يا جماعة لا تتوجهوا إلى المراكز والوحدات الصحية لأنه لو قدمت الملف يطلبوا منك عشر تلاف جنيه قال هاي دي أشقية أسلم عفريد برضو مش سهل عام مش سهل ربق تعليم لا يفعند إحنا بنؤكد أن فتح ملف الطبي ده إجراء مجاني بالكامل والفحص الطبي الشامل برضو فحص مجاني بالكامل أنا برضو استكمالا بقى للنقطة دي طالما حضرتك أثرتها نسبة كبيرة جدا من الخدمات يعني منها الخدمات الأمراض المزمنة الكشف الطبي على الأمراض المزمنة التحليل الطبية اللي بتقدم لأصحاب الأمراض المزمنة جميع الأدوية والأصناف العلاجية اللي بتقدم لأصحاب الأمراض المزمنة هي بالكامل مجانية دي نقطة برضه حابيت أأكد عليها طرح ما حضرتك أسرت هذه النقطة بالكامل مجانية يعني الفحص الطبي ببقى بالكامل مجاني في هذه الحالات بالضبط يا فنن ماذا عن الدواء ليه يا فنن الدواء الدواء زي ما قلت حضرتك كل أصحاب الأمراض المزمنة العلاج بالكامل مجاني طيب لو افترضنا أنه فلان الفلاني هيحتاج إجراء عملية جراحية ما تمام هنعمل إيه هيدفع قد إيه مش هيدفع قد إيه طيب خليني برضه يعني أستغل الفرصة أن أنا أوضح رحلة المنتفع داخل النظام الصحي في الهيئة العامة العامة الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل وصولا للنقطة اللي حضرتك أسرتها باحتياجه لإجراء جراحي إحنا المريد أو إحنا طبعا ما عدماش بنسميه المريد إحنا بنسميه دلوقتي المنتفع المنتفع بيتصل عن طريق الخط الساخ اللي هو 15-43-44 بحيث أن هو بيحجز بيحجز موعد على طبيب الأسرة داخل الوحدة أو المركز التابع ليه وده طبعا هو ليه كامل الفرية والاختيار أنا لو عندي دكتور أحمد دكتور محمد دكتور محمود هو بيبلغه بالأطباء الموجودين هو بيحجز على الطبيب اللي هو بيرغب على الكشف عنده بيتوجه وبيحدد له طبعا المعاد اللي هو بيتم فيه الكشف اليوم والتاريخ والمعاد وكل حاجة بيتوجه للوحدة أو المركز قبل معاده وبعين بيدخل لطبيب الأسرة طبيب الأسرة هم أطباء على درجة عاية جدا من الكفاءة والتدريب ويمكن الهيئة العامة للعاية الصحية السيد دكتور رئيس الهيئة بيولي اهتمام قوي جدا ومتابعة شخصية للبرامج التدريبية اللي بتقدم لفرع العمل وخاصة للأطباء داخل وحدات ومراكز طب الأسرة في الهيئة العامة للعاية الصحية بيقوم الطبيب بفحص مناظرة الحالة مناظرة الحالة المنتفع اللي تقدم ليه والأطباء الأسرة وطب الأسرة عموما قادرين على علاج من خمسة ثمانين لتسعين في المية تقريبا من الحالات اللي بنشوفها في الرعاية الأولية داخل وحدات ومراكز طب الأسرة يتبقى الجزء اللي احنا بديتكلم فيه عشرة أو خمسة عشر في المية هو ده اللي بيحتاج ان هو يتم احالته لمستوات الرعاية الأعلى اللي هي مستوات الرعاية السنوية والسالسية اللي زي ما حضرتك يعني مشكورة لديت نسال لو حد محتاج تدخل جراحي أو لو حد محتاج تدخلات أو فحوصات لمستوى أعلى زي الرعاية المغناطيسية وخلافة لو احتاج ان هو تدخل جراحي فبيتم احالته على المستشفيات التابعة الهيئة العامة والعاية الصحية برضو من خلال منظومة احالة مميكنة بالكامل بيتم حجز معاد للمنتفع على طبيب الجراحة لو اخذنا النسال اللي حضرتك اجدته في تاريخ برضو ومعاد وبيتوجه المنتفع للمستشفى المعنية وبرضو بيقوم طبيب الجراحة بالكشف عليه أو الشارع الجراحة بالكشف عليه ويحدد التدخل المطلوب النقطة المهمة جدا ان حضرتك اثرتها ان قيمة هذه التدخلات احنا عندنا جميع التدخلات اللي بتتم على المستوى بقى التدخلات الجراحية احنا عندنا حد اقصى حد اقصى لقيمة المشاركة اللي بيقوم بها او بيقوم بتفعها المنتفعين وهي لا تتعدى 300 جنيه يعني احنا عندنا بعض التدخلات الجراحية اللي تخطط المليون جنيه ولكن المنتفع ما بيدفعش اكتر من 300 جنيه فقط وهي دي اقصى نسبة للمساهمة للمنتفعين في التدخلات الجراحية او ما شابه ذلك 300 جنيه؟ بالظبط يا فن بجد الكلام ده ولا ايه؟ لا بجد يا فن ما انا عارف انه جد طبعا انا بس بأكد اصلا قلت الحدك في الاول ايه في عيل قشقية كده عند الاخوان عفريت بس يلا مش مشكلة ان شاء الله ربنا يخدر مش دي المسألة خالص انا مشكرك جدا يا دكتور نورتنا وشرفتنا وفرحتنا بالمناسبة بهذه الامور لان دي حاجات كتير من شأنها انها فعلا بتطمن المواطن وتفرحه انه قيمته كبيرة قوي عند بلده انا مشكرك جدا 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 دكتور احمد غريب مدير الادارة العامة للرعاية الاولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية اشتركوا في القناة